مرحبا بكم معنا في مباشر جديد من مدينة دار بيدا كنت وجده حاليا عند راقي مصطفى العربي في المركز ديالو ومع الشابة اللي شافواش قريبا مغربة كان من في المباشر السابق اللي تلقى سحر ديور لها في احد المقابر المنسية بكازا مستجدة جديدة ومعطاية جديدة تسمعوها الاول مرة فالسيدق رامزوجق ومطلقق وعنده بنية فالطلقات كيف اشتطلقات الشينا غنشوف ان شاء الله من خلال هاد مباشر البنية دياله دا بق ما معهاش في الساوذية يعني شكون فينا ما شافش هاد المباشر هذا وهدي السيدق اللي في صورة هي اللي معانه دا بحاليا بنتش هادا بحاليا الساوذية السيدق تقول يالله بداش كشوعها ما عارفاش بنتش هكيفش ديرا ما عارفاش بنتش هوا شواك لا ولا شاربه راجلها حار مها من بنتها راجلها مكيدوش معك نهائيا ما عارفاش بنتش كحاف عمر هادا بش قريبا ربع سنين ربع سنين يعني الميلي كان عندها صبع شهر قلتالي وهي وهي غيبة عليك يالله بداش كتوقض وراقي مصطفى كذلك مشكور لغيو عطينا كذلك حقائق عن هاد شنو هاد السحر هادا من اللي يدر الانسان كيخلي انه مواعيش باش نو كيدير وهاد مباشر مشاهدين كرام غشوفوا في عفوان مسجدات جديدة سيف طافا سلام وعليكم وعليكم السلام وحسول الله وبركاته الاخوان السحر هي صاحبة هادا السحر اللي كنا القينا اللي لقاوها يعني الشباب دي اللي كانوا كينطفوا في المقبرة الله يجازين بخير ولقاوه والتصلوا بيه على اساس باش نفك هادا السحر وشنو نلقينا فيه واحد صويرة مكتوب فيه شي طالاسيم طالاسيم سحرية بطلنا هادا السحر درنا واحد نداء على اساس صاحبة هاد السحر تواصل معنا السيدة بشا تقلبات يعني التواصلات مع الناس اللي تملكت عراف الى اخيري حتى التواصلات العدنة لكن هي الان في حالة يرتلها حالة صعيبة ان بنتها في جيه وهي في جيه كانت مزوجة في الديار السعودية في المملكة السعودية وكان الفراق بين هو بين الزوج ديالها وتم الطلاق وكتقول هي بسبب السحر كتقول انني كان عندي السحر وده بعادة وعادة وعادة عرفت الحقيقة وعرفت الامور اللي خصة تعرف الام في جيه والبنت في جيه علامة كتقول هي ان بنتها ره باقة في السعودية وهي الان في المغرب يعني كانت كأنها في مرحلة النسيان كأنها يعني مغمية عليها كأن العقل ديالها اغشية عليه كأنها يعني ميتة ومن يتبطل السحر ديالك الحمد لله راح سيت بخير نعم 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 السحر يقدر يدير السيطرة على العقول يقدر يدير الجنون الإنسان ينسى احتسميته الإنسان ينسى العائلة دياله الإنسان يسمح في واحد الإنسان خاصة سحر التفريق سحر التفريق بين الأزواج كيكون الناس مثلا بزوجين كيف اشتغل يتفارقه ولكن كيددخل السحر وكيف فرقهم كما قال الله تبارك وتعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرأة وزوجه نحن نخليه تحكيه القصة دياله أحسن إن شاء الله كيف حالكم السلام عليكم عليكم السلام ما كنتمت وترى حاليا جينتشي عمد الراقي ما مشكيدي واقع لك بنتك كيف تتزوج بهذا السلام عليكم هذه بنت خالج بابا هي اللي زوجاتي ببلد عمتشو المهمش بما في السعودية هو السعودية مش مغريبي مشيت تزوج به أنا بحلا مديري لي السحر يعني مشيت بلا عقل عنده الصراحة مشيت مرأة يدق المهم منين تزوج به ومشيت عنده ذاك الشيء صافي من بعد ولو ولدت منين ولدت مشاكل لديناتكم فترة يزوج كان لديناتكم مشاكل اه كانوا مشاكل كان كيش عطال بزاف ما كيش وكيسافر بزاف أنا ما كان بغيش يمشي يسافر بزاف همشي؟ حكم هو كان مزوج به ما خصوش يبقى ديما كل خطرات يهزوا يمشي يسافر ودك الشيء يعني أسبب المشاكل كانت لبعد المرات كان يعني كينوض مشاكل بدون سبب فمتيني السحر شنو كيدير يخلي المشاكل بدون سبب أما هذا هو مشكلة للصفار ليسوا كيكون بعض المرات عذر عند الزوج فمتيني لكن احنا كنهضرو هنا يعلى أساس المشاكل اللي بدون سبب كان مثلا كتسنيه أنه يجي غا تستقبل يوح تستقبل مزيان كيجي كتغوبش هو كيغوبش وما باغيكش وانتي ما باغاش ناضي الصراعات ناضي الصراعات شو نخلاك أنا تتصوكي سوى الطالع شعو نقولك ما عرف شو عصابي شوية كان كيتعصب اه كيجي من الخدمة كيبشي معا الصباح يبشي معا الثمنية يجي نتل خمسة العشية مهم كيجي كاعي ومعصب وذلك الشي كان دونا نويا تخاصمون الدار وذلك الشي وكان شوية مفاهمة مفاهمة مكانش بزاف طولي طلقني مشي مشي طلقت منه امش عرف شتراسك عن ذك ساحب وشكتي شاكة بلي عن ذك ساحب لكن شاكة انا طلع عقال ديالي ما بقيش كن ولا عندي نسيان بزاف ما بقيش كنت تفكر بزاف تلحويج فهمشي حسيش براسي بأنني عندي سحور دابة مني نلقيشو في سميش القولية في المقبرة را عشي را تصدمش تصدمش والله وذلك ما لا حول ولا قواتها إلا بالله العري العادي مشي لغا نقول لك بناده مشي خافش من الله مشي بنشي دابة عنده هو في السعودية اخدالي البنت هو بحل أولي كان كي يولد فا يعني اخدالي البنت ما فهمت شوالو انا والله دابة متاهية اه اعطاني واحد الورقة قال لي السيني عليها بتضحك باللعب دكشي سيني تلي عليها انا ما عرفتش اش فيها شوي اجمع لي حويجي واحد شوية ديال حويجي كنت ديتهم معاية صاف يجمعهم لي في باليزة وصافتني خلص علي الطيارة وصافتني قتلي اللان شوف بنتي ولا هدا قال لي سيري تترجعي وغاد شوفي بنتك هول شي ترجعي اوه هرب حاولت ارجع اوه حاولنا ندير رقع محامي بشي توسط لينا ومكينا لديك سحور اكثر علي بزاف واطريعلى راس اولا قدرني الراس بزاف وليش مريدة وليش معصبة اه 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 حالة ديالك ديالك لا تشوفي اللايب او الاشتراك لا تشوفي اللايب او الناس شوي لديك حسنات الحمد الله لا لا بالعكس انا يمنين عرفت الحقيقة وعرفت شرا عندي سحور وهدا وشتوب عيني وراه لي السيد وشتوب عيني عرفش بأن رابنا دمشي خافش من الله هادشيكين هادشي الله ياخد فيهم الحق شباشي نقول ليهم زي ما دمروا لي حياتي بيني وبين راجلي وبين وبين بنتي مبقيتش عاقلة عليها وبزافها همشي الله ياخد فيهم الحق فاد النار والله يحشوم عليهم وحشوم عليهم بزاف سراحة رأيك انتائق؟ ايه باش نهضر من واحد الجانب ديل الواساطة الاسرية ايشنو المنظور ديل الواساطة الاسرية مليك كل مشاكل بين جوج الازواج هي ذكرت شي اشياء عندها علاقة بالسحر وذكرت شي اشياء لا علاقة لها بالسحر كل مشاكل ديل الازواج مليك تكون يعني بعدم المفاهمات الظروف ديل العمال فمتيني ديلها علاقة لها بالسحر ما يمكنش يعنينا الربط الشي بشي فهمتيني باش نكونوا واقعيين كونوا حقيقيين كينشي اشياء ذكرتها راه عندها علاقة بالسحر كاكت قولك مثلا كتمر فوعا مع عرض عشر شرسيسنو كندير تخلت على بنتها يعني كانت كتدير عدة اشياء راهها بالسحر ولكن شي اشياء كانت يعني عدم مفاهم بيناتهم ولكن هي كتقولك علما ناقشنا ويا قبيلة وبالحضور ديل كنتا يعني سمعنا منها انها عندها جوج انواع دي السحر قلت لك راه كان عندي سحر مني يلا تجوج شمة ديال التفريق لي هو تفارقت ليه وهذا السحر اخر اللي بطلنا لي احنا يا هذا السحر اللي لقاو الشباب نعم هذا الشي اللي قالت هي هذا السحر اللي عندها كان دير ليه مثلا تعطي في الحياة تمريد تقاف على الزواج يعني تعطي الزواج كانوا مركز اللي على التعطيل اكثر وقلتها في الليف ورجعوا الليف وتفرجوا فيه هو تفهموا ان هذا السحر اللي بطلنا ليها لا علاقة له بالتفريق ديالها مع راجلها هذا السحر ديال تعطيل وانه مقفل لي الحياة ديالها بصفة عامة بالتقاف نعم تقاف والسحر الربط كي يتربط لانسان على واحد الحاجة سواء على عمل سواء على الزواج سواء الراجل المزوج وكي يتربط على مرته يعني ما كي يكونش بيناتهم يعني الولاد ولا عدة اشياء فهذا السحر بوحده لكن ده بقى احنا صراحة انا قلت للاخت ركزي على تهضري على بنتك ترجعليك على هذيك الابنية فلدة الكبد ديالك على انها ترجعليك وحاولي ما امكن انك يترجعي لبنت ديالك لان احسن 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 حضانة تكون عند الام لما كانت شي ضروف قاسية يعني لما كانت شي حاجة اللي غد اضطر انسان وتكون الحضانة عند الاب الحضانة من الاحسن تكون للام علاش لانี้ الام هي اللي غد تهتم بالبنت دياله والام هي اللي غد تكون المربية ديال الابنت خاصة اللابنت البنت قد ترب deflectها الام اكثر هذا شي لي بغيت انا تضرعلي التضرعليrit havia لا الاساسة البنت ديالها ترجعليهم مسسيح الحمد والله هو الله مثلا تبارك وتعالى عم عليها وكانت من المحدودين اللي تبطى اللي بالستحر ديالهم بدون ما مشقة بدون عناء الله تبارك وتعالى عم عليها وهيئة لها المناس في الحافة انهم كانوا غير كش طبهم مقبرة ولقوا السحر ديالها وتملئ بطال دياله هذين اعمام الله سبارك وتعالى نعم اخوان نعم اخوان هو رأس الناس مخافوش الله عن هذا الدراجة يأذي وشفقة السؤال تاني هو ولد بحنية تبطل لسحن المازال خاصة انها بديش حاجة بالنسبة للسؤال والناس رأس الحسد الحسد والغيرة والحقد كتخلي الناس ما يبقوش فكره في خوف الله سبارك وتعالى كيخليهم نيشان يلتاجئوا السحر سحر عنده عدة أسباب لكي يسحر لك الناس اما انه حاسدك على شي نعمة وبغاها ما تبقاش عندك اما انه بغي انتقم منك ما كيحملكش وبغي انتقم منك اما من أجل المصلحة دياله هواية هاد الأشياء هي اللي كيديروا عليها السحر أما السؤالتان ايش نقدي؟ هو واش تذب حليل تفكات سيدونه ماذا خاصة في السحر؟ شوف أي سحر كلقوا إلا وكلقوا وديروا لي سكوتش وديروا لي الميكا وديروا انه في قرعة وديروا انه في أتواب ودافنينه تحت التراب لماذا؟ باش ما يوصلوش للماء؟ لان السحر مباشرة انه يوصلو للماء وخما يكون جيد الرقياء كيتبطل وكيتحل كيتبطل يعني ما كيبقاش الا انه كتبقاش اعراض يقدر يحس بها شي انسان مثلا هاداك الخادم دي السحر كيبقى في الجسد لذلك اي واحد خصو يكون كيتبع الرقية الشرعية وخكيت تبطلي هاداك السحر حتى كتتأكد انه الحمدلله ما عمقاش عنده هاداك خادم سحر وكترجع للحياة دياله الطبيعية وكما حست السيدة قتل كراها تبطل السحر وليت بخير وانتو مكتوا معها البارح هدرتوا معها البارح لقيتوا انه كين فرقوا ما بين الهضرة دي البارح والهضرة دي اليوم يعني هذه كلها شهادات في حق انه السحر عنده اثر وعنده ضرار والله تبارك وتعالى اذكر تأثير السحر في القرآن قال فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه واذكر السحر على التأثير دي السحر على النبي موسى موسى ولا عيصي وحبال كتخيل له انها تعابين يعني السحر خاطئ السحر دمر الناس نسأل الله السلامة والعافية إنه مباشرة كين مشكلة من جانب عندي كون ما عندك تسمى صافة في الماسمية وموسكية اخر انك تبقى ان قد تدخل منا في مسؤولين ويدتعلمة البنية تبار حتى الساودية ومشافتاش الأم دي ومشافتش المدة دين الربع سنين يعني الأمر سعيب وخا كانت فريقي يعني كما نقوله الله اعلى وانه عن طريق السحر ولكن كتبقى هذه الام انها هي الضحية مسكينة حمد لله القانون المغربي ينصف المرأة والرجل وينصف القوي والضعيف وخاصة الإنسان الذي في مرحلة ضعف والمرأة ينصفه ما أكثر وهذه هي درف مسكينة في مرحلة ضعف ومرحلة منكيصار والبنية ديالها ليست يعني في المغرب بعيدة عليها السعودية ما عارفها هواكلة شاربة ما عارفها مسكينة كيف يشدير الأحوال ديالها على حسب الأقوال ديالها والله أعلى وأعلم نعم عدة أشياء يعني البنية خلت خليت يفع مرها خليت عنده سبعة شهر سبعة شهر الأمر صعيد يعني يقدر يقول لي أمو كرم تحل عيني على الشيء وحده تقول لي أمو كرم ما ما غدتقى هي ديك الأم ديالها الحقيقة شيء آخر الله تبارك وتعالى قال أدعوهم لآبائهم يعني خاصة تعرف بها وتعرف ممها فامتيني يعني هذا والجانب الأكثر 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 اللي قلت ليها تهضر عليه في الضيف باش جمع البنية مع أمها هذا والهدف صراح أكثر أما الأمور أخرى فيسه لو مو يسهل إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى دابا كنفكرا في بنشي أنا صراحة سير شو دابا هو يا من كان مع بني وبنو تصال علاقة بالبنش كنتش كانتسوه الفاعة يوميا ولكن جاتش اسمي شو بلوكاني بلوكاني شدني بلوكاني في الواتساب ما عرفش علش بلوكاني لكاش كتسمعك بنشك شو تقولي نقول لي أنا يعني أنا بقى نقلب عليك وغنبقاديما نقلب عليك وما عمرني غننساك وما غننساكش نهائيا وباقى غنقلب عليك إن شاء الله ما عندي ما شغان قولي شغان قولي شغان قولي حسبي الله ونعمل وكيل فك حسبي الله ونعمل وكيل فك هاتشي اللي درشي اللي بيني وبنبنتي وهات الخديشي اللي يبنشي حسبي الله ونعمل وحسبي الله ونعمل 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 وفك ما شوفه معم ما شوفه نعم نوعية السحر اللي كان دابا واش كدلك واشنوا السحر الاسود واشاذا يتمنى هو السحر الاسود وللا فالشينا عنا شوفه إن شاء الله بعد قليل نعم 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 السيدق من جانب انساني يجب ان نقول للمناطب مباشر وصل الناس مسؤولين هلين مدرش اشتر إجراءات اش مدرش احش حاجة والمازانية اللي غديني انشاء الله لا تكتش كنت سولة على بنتي في الواتفا وشتنيه هو بلوكاري لا مغير البلوكاج إجراءات قانونية انا كي بشترج عي بنتك بشترج عي الحاضانة لا غير قالوا لي المحامي جان شوية غالي يجب ان نكونوا اصدروا ورودوا رجاء وردنا هنا لا يعنش انثانية مادية لن يقدرنا جل واحد عنده القدرة يدخل مع اتسيده في سبيل الله فسابيل الله لله جل ممنون يعني جمال شبك وبين بنتك بي الان شاء الله